اذهبوا للفرع فوراً عاجل من البنك الاهلي لجميع عملائهم أهلا بكم ودعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد ولا تنسوا دعم المقطع بلايك حذر البنك الاهلي المصري عملاء اليوم عن طريق رسال مجموعة من رسالة نصية للتحزيل من التعامل مع أي أرقام وهواتف تكون برسال رسالة للعملاء على هواتفهم المحمولة وعن طريق البرج الالكتروني للعملاء ويقوم بالإدعاء خلالها أن هذه الروابط تخص حسابات العملاء البنك الاهلي يحذر عملاءه وقام البنك الاهلي برسال رسالة نصية إلى عملاءه تحتوي على النص التالي عامينا العزيز لكم يتم الحفاظ على سرية بياناتك وبيانات الحسابات الخاصة بكم وبعمل لكم نرجو مسيادتكم توخي الحذر وعدم التواصل مع أي شخص أو التواصل بأرقام لهواتف المحمولة التي تقوم برسال رسالة نصية عليكم على هاتفكم المحمول أو أي بريد الالكتروني يصل عليكم فهذا كلها إدعاء تخص حساباتكم وفتقاتكم البنكية هام من البنك الاهلي عن تجديد الاشتراكات وقام البنك الاهلي المصري بالتجديد على عملاءه بشأن أي عملاء تخص تجديد الاشتراكات أو تحديث البيانات من خلال خدمات العملاء برنامج الاهلي موبايل والاهلي نت طلب عاجل من البنك الاهلي لعملاءه وطلب البنك الاهلي جميع عملاءه بضرورة على طلب جهاز رموز الأمان حتى تمكنهم من إتمام جميع عمليات تحويل من وإلى حساباتهم داخل البنك الاهلي أو خارجه بالعملة المحلية وذلك عن طريق إدخال رقم الهاتف المحمول والمطابق إلى رقم مسجل لدي البنك وأيضا رقم الكون الخاص واصل البنك الاهلي منشرة العملاء بالاشتراك في خدمات الاهلي موبايل والاهلي نت ولزيادة الحرص والطمامين أن نرجو من الجميع الزهاب لفروع البنك الاهلي لتحديث البيانات فروع البنك الاهلي وأكد البنك الاهلي المصري أن أي فرع يزعب إليه العميل سوف يقوم بإنتهى لإجراءات الاشتراك في الخدمة ويتم تسليم خطاب ترحيب يحتوي هذا الخطاب على قودة المستخدم ويتم إرسال كودة المرور على الهاتف الخاص بالعميل المسجل لدي البنك كما سيتم إرسال كودة المستخدم على البنك الإلكتروني